ايها المشاهدون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته الجمرات ورمي الجمرات وعلاقتها بسيدنا ابراهيم هذه الانساك التي نقوم بها والشعائر الطواف بالبيت السعي بين الصفا والمروة رمي الجمرات الشرب من ماء زمزم صلاة ركعتين عند مقام ابراهيم السعي كل هذه الايات التي جعلها الله في هذا المكان ايات بينات تتعلق بهذه العبادة المباركة قيل صلى سيدنا ابراهيم وطاف بالبيت ثم انطلق الى ميناء ليلا فعرض له الشيطان فامسك بسبع جمرات وكبر مع كل جمرة والقى بها الشيطان فانصرف عنه وتنحى ثم صار قليلا بجوار الجمرة الثانية المرمى الثاني فعرض له الشيطان فامسك بسبع حصايات والقاها وهو يكبر فانصرف الشيطان فصار سيدنا ابراهيم حتى جاء الى المرمى الثالث مكان الجمر الثالثة فعرض له الشيطان فامسك الجمرات والقاها عليه يكبر في كل جمرة من هنا قيل جاءت سنية رمي الجمرات هذه طريقة سيدنا ابراهيم فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصارت عندنا واجبا من واجبات هذه الشعير المباركة رمي جمرة العقبة القبرى بسبع حصايات بمفردها ابتداء من بعض نصف ليلة النحر يبدأ الرمي ثم بعد ذلك الرمي في ايام التشريق الصغرى والوسطى والكبرى بسبع وسبع وسبعة هذه واحد وعشرون ثم بعد ذلك في اليوم الذي بعده يوم حضاشر رمينا يوم اتناشر هنرمي كمان الصغرى والوسطى والكبرى بسبع حصايات وسبع حصايات وسبع حصايات يبقى واحد وعشرين واحد وعشرين واحد وعشرين وسبعة سبقت في رمية الكبرى يبقى عندنا تسعة واربعين حصاي لمن اراد ان يتعجل طب يجوز للانسان ان كان لا يستطيع ان يرمي لضعف لعدم وقت اضطر ان هو هيمشي او مش قادر يروح هل يجوز له ان يوكل غيره في الرمي؟ نعم يجوز ان يوكل غيره عند رمي الجمرات المرأة يجوز لها ان توكل زوجها والرجل يوكل اخاه والانسان الضعيف له ان يوكل غيره وهكذا فهذه من الاشياء التي تجوز فيها الانابة والتوكيل تقبل الله من حقيقنا وعمارنا اعمالهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة